تعرف على طريقة معرفة مقاس العجلات وقراءة تاريخ الصلاحية على العجلات تأتي الإطارات أو عجلات السيارات بجميع الأشكال والأحجام ومعظم السيارات متوافقة مع أكثر من خيار واحد هذا يمكن أن يجعل اختيار الإطارات المناسبة لسيارتك عملية مربكة للغاية في بعض الأحيان إذا كنت تتطلع إلى استبدال عجلة لسيارتك الحالية أو ترقيتها أو تبديلها تعلم كيفية قراءة مواصفات الإطارات استمر في القراءة لمعرفة كيفية معرفة المزيد عن مواصفات الإطارات بما في ذلك الحجم المثالي لإطارات سيارتك وكيفية قراءة حجم وقياس عجلات السيارات ينبغي أن يكون أول مكان لقراءة حجم الإطارات هو دليل مالك سيارتك يجب أن يحتوي هذا الدليل على جميع المواصفات التي تحتاجها لاتخاذ قرار مستنير بالإطارات إذا لم يكن لديك دليل مالك الخاص بك يمكنك البحث عن سيارتك في مربع البحث بالأعلى لتجد معلومات عن جميع سيارات العالم بدلا من ذلك تحتوي الإطارات على نظام كوضي محفور في جدارها الجانبي الخارجي يتيح لك ذلك فهم إمكانياتها التقنية بحيث يمكنك القيادة بشكل مناسب وفقا لنوع الإطارات الموجودة لديك حاليا سيساعدك ذلك أيضا على تحديد الإطارات التي تحتاج إلى استبدالها بشكل أفضل إذا حان الوقت للتبديل يوفر رمز قياس العجلات الموجودة على الجدار الجانبي معلومات عن حجم الإطارات فضلا عن سعة حملها وتقييم السرعة بالإضافة إلى صلاحية العجلة نفسها على سبيل المثال إذا كان هذا الرمز 205-60R15-91V سنفسره العرض 205 يشير إلى عرض قسم من الإطارات بالمليمتر 60 هو نسبة الارتفاع وهي نسبة العرض إلى الارتفاع للإطار أو شكله وهو ارتفاعه من قاعدة المداس إلى الحافة يمثل هذا الرقم نسبة مئوية من عرض المداس على سبيل المثال يبلغ ارتفاع هذا الإطار 60% من عرضه أي الإطارات ذات المظهر المنخفض لها نسبة أبعاد أصغر البناء R أي 205-60R R ما معنى؟ الر يعني أن الإطارات لها هيكل شعاعي مما يعني الطريقة التي تم بناؤها بها يتم إنشاء معظم إطارات السيارات بهذه الطريقة فنادر ما تجد إطار سيارة بدون الرمز R 15-الحافة ريم يشير 15 إلى قطر حافة العجلة بالبوصة لذلك إذا كنت تشتري عجلات لاستبدال الإطارات الحالية فهذا هو الحجم الذي ستحتاجه 91 هو مؤشر الحمل هو رمز يشير إلى الحد الأقصى لسرعة تحميل الإطار وفيما يأتي سنشير إلى جدول يعطينا مؤشر الحمل لتصنيفات مؤشر تحميل عجلة السيارات V رمز السرعة V هو عبارة عن رمز يشير إلى السرعة التي يمكن بها تشغيل إطارات بأمان يشترط أن يكون الإطار في حالة سليمة ومركب بشكل صحيح مع ضغط التدخم الموصى به انظر جدول رمز السرعة للتصنيفات رمز السرعة لإطارات السيارة تابع معنا في هذا الفيديو عجلات السيارات لها تاريخ صلاحية ويمكنك بسهولة معرفة تاريخ إنتاج العجلات بقراءة الأرقام بعد كلمة ضد وفي نهاية السطر تجد أربعة أرقام في مربعين منفاصلين تبين رقم الأسبوع من العام وتاريخ سنة الإنتاج فإذا كان الرقم 2118 مثل الصورة يكون تاريخ إنتاج العجلات هو الأسبوع رقم 21 من سنة 2018 أي أنه شهر ماي 2018 ومثلا إذا كان الرقم 0119 يعني أن الإطارات تم إنتاجها في الأسبوع الأول من سنة 2019 بمعنى جون في 2019 هذا النظام لحساب تاريخ إنتاج العجلات معقد بعض الشيء ولكنه دقيق جدا وبعد قراءة تاريخ إنتاج العجلات عليك معرفة أن عجلات أي سيارة صالحة للاستخدام لمدة 6 سنوات من تاريخ الإنتاج ولا يجوز استخدام عجلات للسيارة بتاريخ إنتاج أقدم من ذلك عند شراء عجلات جديدة يجب أن تكون من إنتاج نفس العام حتى تستفيد أكبر فائدة منها ترجمة نانسي قنقر